اكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن عملية تمكين الشباب في مملكة البحرين تسير وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة لها من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرمية إلى الاستغلال الأمثال لقدرات ومهارات الشباب نعم مشيرة إلى أن لجنة تمكين الشباب في القطعين العام والخاص تمكنت من طرح مبادرات رائدة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز مكانة الشباب وتمكينهم في العديد من المواقع المتقدمة في القطعين العام والخاص جاء ذلك خلال ترأس سعادة وزيرة شؤون الشباب لاجتماع لجنة تمكين الشباب في القطعين العام والخاص والذي وقيم في مبنى وزارة شؤون الشباب وذلك بحضور إعضاء اللجنة أشرت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى أن اللجنة وضعت لها إطار عمل ورؤية من أجل استدامة عملية تمكين الشباب وفتح فرص إضافية للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات عبر جملة من البرامج وأشهدت سعادة وزيرة شؤون الشباب بالتفاعل الإيجابي من قبل القطاعين العام الخاص مع مبادرة الشاب الاستثنائي والتي أطلقت بمناسبة يوم الشباب البحرين خلال اللقاء تم اعتماد مبادرة داعم الشباب كما تمت مناقشة نتائج مبادرة الشاب الاستثنائي واعتماد مؤشرات قياس لجنة تمكين الشباب بالإضافة إلى تنظيم العمل التطوعي وتشكيل فريق عمل للجنة تمكين الشباب علاوة على مناقشة أفكار أعضاء اللجنة وعدد من الرؤى المستقبلية لمبادرة اللجنة طبعاً هذه الاجتماع الثاني الذي نتمكين الشباب في القطاعين لهذه السنة الحمد لله مخرجات الاجتماع كانت مثمرة وممتازة بتفاعل الأعضاء تناقشنا عن مواضيع كثيرة تم الشباب في مؤسساتهم ومجال أعمالهم مثل اعتماد داعم للشباب مثل تنظيم عملية التطوع الشباب شلون نقدر احنا نمكن الشباب في أعمالهم ومؤسساتهم تكلمنا عن مؤشرات قياس معتمدة للجنة نقدر فعلاً نقيس شلون اللجنة قاعدة تمكن الشباب شلون قاعدة توفر لهم الفرص المميزة وفرص الترقي الوظيفي وكان في مقترحات عديدة أمانة من الأعضاء كانت قابلة للدراسة للتطبيق على أرض الواقع أيضاً تكلمنا عن تشكيل فريق عمل يسرع عملية وضع الأسس والدراسات والأحصائيات كان في جدوى الأعمال مهم جداً وكان في تركيز على كثير من القضايا اللي تهم الشباب الشباب طبعاً اللي هم يعملون في قطاعين العام والخاص كان في تحديث عن برنامج جديد اسمه داعم الشباب وكلمنا اليوم عن شون نقدر نستقطب الشركات بحيث أنها فعلاً تهتم بالشباب بأفكارهم بتدريبهم بتوظيفهم بيعطاهم فرصة للتالي يعني للإبداع في هذه الشركات طبعاً أنا ممكن نمثل القطاع الخاص دائماً تركيزنا أن هناك الكثير مما يقدر يقدمونا والذات أن يكون في تخصيص ميزانية بحيث أن تسمح للشباب بممارسة بعض البرامج مالتهم ونحن في هذه اللجنة نحاول نحن نشوف إمكانية ندعم الشركات عشان توفر هالبرامج ومن جهة أخرى أن الوزارة يكون لها دور في تقدير هذه الشركات بحيث أن في الآخر يكون في الكثير مما يمكن أن نستفيد منه ترجمة نانسي قنقر